كافانكات تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة إن المدن المستدمة كمشروع سياسي ومجتمعي تطلب اعتمد مقربة متجددة ومتعددة الأبعاد والمستويات نجحها رهين بالطلاع الفاعل المدني والسياسي بدور الريادة على المستويين الوطني والمحلي وتحليهما بإرادة غايتها بناء الثقة لدى الساكنة المحلية وتتجسد ريادة الفاعل المدني والسياسي في بناء هذه المدن في مدى وجود ديمقراطية تمثيلية وتشاركية وحكمة محلية فعالة وتملك أوسع للمشاريع المستدمة في مختلف المجالات والقدرة على التحكم في الإنعكاسات البيئية والاجتماعية السلبية الدورة الثالثة المنتدى هي دورة موجهة أساسا للفاعلين لصبر مقاربته من موضوع الطنجة المدينة المستدمة بحيث نرتائم خلال هذه المنتدى خلق فضاء الالتقائية وكذلك التبادل ما بين مختلف الفاعلين خاصة أن الدورة تركز أساسا على أدوار الفاعلين وكذلك مقاربتهم لطنجة المدينة المستدمة على اعتبار أن موضوع الاستدمة وموضوع مشارك ما بين الفاعلين يستعصي مقاربتهم من طرف فاعل أو مؤسسة دون الأخرى إن مواجهة هذه التحديات تجعل البعد العرضاني للمدن المستدمة يفرض نفسه بحدة حيث ضرورة العمل على إدماج الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية في عمليتي تخطيط وتهيئة المجالات الترابية لتستجيب لمتطلبات الاستدمة وتعزز التماسك الاجتماعي والإدماج الاقتصادي في ظل احترام المعايير البيئية طبعا الإكراهات الكبرى التي توجه المدينة الطنجة بشكل مدينة مستدمة هو طبعا التعدد المتدخلين والتعدد البرامج التي في أغلبها لا تكون من سجمة ومتكاملة وكما تكون عند طول الآمة يعني نضر على برامج التي هي إما آنية إما استعجالية إما تكون طبعا على المدى القاسر أو المتوسط لكن طنجة لكي نضر على مدينة مستدمة لا بد أن نعمل برنامج استراتيجي طويل المدى نجاح الدورتين سابقتين لمنتدى طنجة مدينة مستدمة والنتائج المهمة التي تحققت خلال هتين الدورتين إضافة إلى الأهمية التي بات يحظى بها هذا المنتدى دوافع كانت كافية لمرصد حماية البيئة والمآثير التاريخية بطنجة من أجل المضي قدما في مشروع متفرد يعطي لهذه المدينة الريادة على المستوى الوطني كمدينة تسعى نحو الاستدامة نردنا الحداد لقناة كافظانكات ختيفي من مدينة طنجة ترجمة نانسي قنقر